السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب 3 سنوي ده كترة المستقبل ان شاء الله في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح مع بعض دورة حياة نبات من الصراخص سواء كان الفجير وكزبرة البئر الاتنين دول من الصراخص بس طبعا احنا هنشرح الفجير وكل الكلام اللي هينطبك على الفجير بينطبك على الصراخص طيب تعال نعرف يعني اصلا نباتات الصراخص هي نباتات وعائية يعني وعائية عندها حزم وعائية يعني عندها خشب ولحاء لا زهرية ما بيكونش عندها اظهار تمام وكمان ما بيكونش عندها صمار طيب هي بتتكاثر ازاي بتتكاثر بتعاقب الاجيال تعاقب الاجيال يعني بتاخد الحلو من التكاثر الجنسي على الحلو من التكاثر الاجنسي وعلشان اقدر اكون فرض كامل لازم يمر بالمرحلتين التكاثر الجنسي والتكاثر الاجنسي عشان كده بقول تعاقب اجيال طيب دي كلها الرسومات اهيت هنشوفها بس بعد ما مطبق الاول الرسومات بخط ايدينا علشان نفهم اكتر الموضوع بيبتدي ازاي وبينتهي فين هو ده اللي احنا نفهمه وهنرسمه خطوة بخطوة اول حاجة معايا اول خطوة هو الطور الجرسومي كلمة الطور يعني الشكل والجرسومي اللي هو النبات في مرحلة وهقولك ليه اسمه الجرسومي لانه بيقى اصلا بيتقاصر لايجنسي بالجرسين يبقى اول حاجة معايا بيكون فيه طور بقول عليه طور جرسومي الطور الجرسومي ده بيكون سناء المجموعة الصبغية يعني بيكون اتنين نون والطور ده كمان انا بقول عليه اسم الطور المستديم او الطور السائد يبقى ده الطور او الشكل يعني المستديم او بقول عليه اسم السائد طيب وكل حاجة بتكون موجودة في الطور الجرسومي ده بتبقى اتنين نون طيب هو النبات الفجير ده اصلا معروف باسم ايه؟ معروف باسم الزينة المشاتل ليه؟ لان اصلا شكله حلو طيب تعالي نرسيمه كده تعالي نرسيم مكونات الطور الجرسومي اول حاجة طور الجرسومي ده بيكون عنده حاجة اسمها ريزومة كده والريزومة دي خدناها من ريزومات زي مثلا الزنجبيل اللي خدناها في حركة الشد في الجزور يبقى اول حاجة ريزومة بعد كده بيكون عنده جزور خلي بالن دي كده اسمها جزور عرضية جزور مش ازباه مش اشباه جزور طيب ابنا معايا بيكون في ريزومة اسمها ريزومة ودي اسمها جزور عرضية جزور عرضية او جزور سطحية يعني بتكون موجودة على سطح الماء وظيفة الجزور دي هي انها بتمتص المية ويهي بتمتص الاملاع وطبعا الريزومة بتكون اتنين نون والجزور العرضية برضو بتكون اتنين نون وكل حاجة زي ما قلتلك هتكون موجودة في الطرق الجرسومي هتكون اتنين نون طيب معانا الريزومة ومعانا جزور عرضية والريزومة من السيقان الارضية المختصة طيب اكيد بقى هيكون معانا ساق طب تعالى نرسم الساق وكمان بيكون فيه اوراق ده كده الاوراق طبعا برضو الاوراق دي بتكون اتنين نون هو اسمه وصلا زينة المشاتل عشان كده بيبقى شكله حلو تمام يبقى دي كده الاوراق الاوراق دي بيكون على السطح السفلي السطح السفلي بتاعها بيكون عليها حاجة اسمها البثارات بثارات بالثه تمام البثارات دي بيكون جواه حاجة اسمها حوافز جرسومي طيب وعليه طب تعالى كده نرسم السطح السفلي حتى ولك السطح السفلي بتاع النبات ده بيكون خشن ليه خشن لانه بيحتوي لحاجة اسمها بثارات طبعا البثارات برضو بتكون اتنين نون والاوراق دي برضو بتكون اتنين نون كل حاجة موجودة في الطرق الجرسومي بتكون اتنين نوم طيب تعالى نرسم الاوراق نقرب شوية للاوراق ده كده اللي هو العرق الوسطي وده كده ورقة من هنا وده ورقة من هنا طيب دي كده بتبقى اسمها بصرة اية بصرة بالس دي بتحتوي على حاجة اسمها حوافز جرسومي برضو بتكون اتنين نوم طيب تعالى نمسك البصرة من دول هنمسك مثلا بصرة من دي كده هنعمل قطاع ارض هنا ونبدأ ان احنا نكبر فده شكل البصرة البصرة بيكون جواحة اسمها حوافز جرسومي دي كده اسمها حوافز جرسومي تمام يبقى دي كده بصرة احنا كبرناها دي كده بصرة احنا كبرناها بتحتوي على حاجة اسمها حوافز جرسومية يبقى الشكل قدام دي كده حوافز جرسومية جواها بيكون في خلايا اسمها خلايا جرسومية امية ماشي احنا مبدعيا كده ابتدينا بالطور الجرسومي الطور الجرسومي ده بيكون اتنين نون وبقول عليه الطور المستديم او الطور السائد الطور الجرسومي بيكون عنده ريزومة دي من السيقان الارضية المختزنة وبيكون عنده جزور عرضية او بقول عليها جزور سطحية تمام ووظفتها ايه؟ ووظفتها ان هي بتثبت النبات وبتمتص المية والاملاق طيب طيبور جرسومي عنده جزور وعنده ريزومة بيكون عنده ساك وبيكون عنده أوراق وعلى سطح السفر الاوراق بيكون فيها حاجة اسمها البصرات جينا نقرب شوية كده وطبعا البصرات بتكون اتنين نون نقرب شوية لurp شفنا البصرات مسكنا بصرة منهم وبدأنا ان احنا نكبرها فلاحظنا ان بيكون فى عندنا حاجة اسماها حوافز جرسومية دي كده اسماها حوافز جرسومية الحافظ الجرسومية بتكون اتنين نون يعني سنائية المجموعة الصغية بيكون جواها خلايا اسمها خلايا جرسومية أمية خلايا جرسومية أمية برضو بتكون اتنين نون الخلايا الجرسومية الأمية دي بتنقسم انقصام ميوزي تنقسم انقصام ايه؟ ميوزي فبتقول لي مين؟ بتقول لي الجراسين بتقول لي الجراسين وهنا أسألك أول سؤال هو الانقصام ميزة دا اختزالي ولا غير اختزالي لا بيكون اختزالي يعني إيه اللي بيحصل فيه بيكون معايا خلية مثلا اتنين نون بتديني خليتين كل خلية بتبقى نون وكل خلية منهم بتديني خليتين بعد كده فأصبح معايا الناتج النهائي كم خلية أربع خلايا فدلوقتي لو جيت سألتك قلتلك أنا لو معايا أربع أو خمس خلايا جرسومية أمية مثلا معايا خمس خلايا جرسومية أمية هاخد كم جرسومة هتقول لي والله الخلية الجرسومية الأمية اتنين نون بتنقسم انقصام ميوزي الواحدة وبتديني أربع جرسوم كل جرسومة بتبقى نون فأنت لو بتديني معايا خمسة يبقى الواحدة بتديني أربع يبقى خمسة في أربعة بعشرين جرسومة طيب الجرسوم دا هي بتبدأ انها تنتشر في الهوى لحد ما تقع على سطح رطب سطح مثلا رطب ودرجة حرارة مناسبة اللي بيحصل لها بتبدأ ان هي تشرب المية ويتشقق جدارها وتنبت تنبت فتبدأ ان هي تنقسم انقصام ميوزي لا يكون انقصام عفوا ميتوزي يبقى هتنقسم انقصام ايه ميتوزي انقصام ميتوزي بغرض ايه بغرض النمو فتبدأ انها تكون لي طور او نبات مفلطح الشكل على شكل قلب تعالي نشوف كده قوة نبات بيكون على شكل قلب بيكون عنده حاجة اسمها اشباه جزور اسمه الطور المشيجي دا كده اسمه طور مشيجي طبعا انا كان معايا جرسومة الجرسومة دي كانت نون لما حصل لها انقصام ميتوزي هتديني طور مشيجي برضو هيكون نون الطور المشيجي دا بيكون عنده حاجة اسمها اشباه جزور يبقى اول اختلاف ما بين دي كده اشباه جزور اول اختلاف ما بين الطور المشيجي والطور الجرسومي انا عندي الطور الجرسومي بيكون اتنين نون لكن الطور المشيجي بيكون نون بس يعني واحدة المجموعة الصبغية الطور المشيجي دا بيقول عليه الطور المؤقت يكون مؤقت إنما الطور الجرسومي بيكون دائم الطور المشيجي بيكون ناتج من انقصام ميتوزي انقصام ميتوزي المين للجرسي عشان كده بيكون نوع وكمان بيكون عنده أشباه جزور وظيفة أشباه جزور هي إنها بتثبته وبتمتص المي طيب على السطح السفلي على السطح السفلي يعني اللي بيكون عكس الشمس الشمي أنا مثلا بص كده لو دي مثلا الورقة هيت هتجين بس ناخد بالنا من حاجة صغيرة إنه مثلا دي كده ورقة هيت فده كده السطح السفلي إنما ده كده السطح العلوي الشمس بتتعرض من هنا السطح بقى السفلي ده بيكون عليه عنده حاجة اسمها زوائد تناسلية زوائد تناسلية الزوائد التناسلية ده بتتميز لحاجة اسمها أرشي جونيا وأنسر دي فنبص هنا كده في مقدمة السطح السفلي بيكون فيه حاجة اسمها أرشي جونيا دي كده اسمها أرشي جونيا والأرشيجونية هي بتبقى عاملة يعني الخلايا التنسلية الأنسوية الخلايا التنسلية الأنسوية وبيكون عنده هنا حاجة كده اسمها أنسريديا أنسريديا دي اسمها الزواد التنسلية الزكريا أقول لك الحاجة أحفظها النون مع النون يبقى ذا كده اللي هي التنسلية الأنسوية الأنسوية يبقى النون الأرشيجونية أنسوية انما الانسيريديا الرى هتبقى هي زكريا يبقى ،نصبح معي دلوقات الزواية التنسلية القنسوية اسمها ارشيجونية و الانسيريدية اسمها زكريا تمامsin تعالو نمسك العرشيجونيا كده و نبدأ ان احنا نرسمها نشوف كده شكل العرشيجونية فبص كده ملاحظ ان ده كده شكل الارشيجونية بيكون جواها البوايضة وطبعا هي بتكون اصلا نون دي كده مثلا ببوايضة العرشجونية بتبقى نون عشان تكون البوايضة البوايضة دي برضه بتكون نون فبيتكونها بانكسام ماي توزي فيبكده دي مثلا هي من ضمن الامشاج اللي بتتكون بالانكسام الميتوزي زي مين؟ زي مثلا زكر راحل العسل وانصة حشرة المن يبقى عند الارشجونية في النبات المشيجي او الطور المشيجي للفجير بيكون الامشاج بتاعته اللي هي البوايضة بانكسام ماي توزي لان الارشجونية نون فبيكون البوايضة بتكون نون طيب ملاحظ برضو حاجة ان الارشجونية دي في الاول بتباسمها ارشجونية غير ناضجة طيب انا ميزة ازاي بتلاحظ ان هي طالما مقفولة من هنا كده تبقى غير ناضجة طيب لي غير ناضجة؟ عشان خاطر هي اصلا الارشجونية بتنضج بعد الانسريديا الارشجونية بتنضج بعد الانسريديا طيب تعالي نرسم الانسريديا الاول كده ده كده مثلا شكل الانسريديا ملاحظ ان بيكون عنده مثلا حاجة دي نزام شنبات كده ويبدأ ان هو بيكون لي حاجة اللي هو المشيج المذكر بيكون صغير بس ما بيبقاش اسمه حيوان منوي يبقى اسمها سابحات مهدبة سابحات مهدبة بدا كده اسمه ايه؟ ده كده اولا اسمه انسريديا الانسريديا هو عضو التسكير انسريديا عضو التسكير في الطور المشيجي بيكون كم نون؟ بيكون نون يعني احادي المجموعة الصبغية اعود بيكون نون لما بيجي يكون السابحات المهدبة بيكونها بانقصام ميتوزي دي برضو نفس الفكرة بكون امشاك بانقصام ميتوزي فتبقى السابحات المهدبة بتكون نون حجمها صغير وتكون متحركة تمام الانسريديا بينضج اولا بينضج اولا فيبدأ ان هو يكون لسابحات مهدبة بانقصام ميتوزي فبتكون نون السابحات المهدبة ده هي بتبدأ ان هي اسمها اصلا سابحات بتسبح في الماء بتبدأ انها تنزل في المية لحد ما تروح لارشجونية نبات تاني ليه علشان تعمل تلقيح خلطي ليه علشان ازود التنوع الوراسي ليه لان انا عندي ده نبات واحد طول المشيجي ده بيكون واحد لو حصل وتم تخصيب الانسريديا يعني الانسريديا اللي هنا كونت سباحات مهدبة سباحات المهدبة راحت تخصب الارشجونية بتاعت نفس النبات التلقيح ده يعني مثلا اول ده النبات هيقول عليه تلقيح ذاتي ليه لان النبات بيلقح نفسه والتلقيح الذاتي ده بيكون اقل اقل في التنوع الوراسي كمان انما لو راح لنبات تاني لنبات اخر ساعتها هقول على التلقيح ده تلقيح خلطي تلقيح خلطي ناشي والتلقيح الخلطي ده بيكون اكثر تنوع اكثر ايه تنوع تمام يبقى دلوقتي فيه تلقيح ذاتي وفيه تلقيح خلطي تلقيح الذاتي ده بيكون لنفس الفرض لنفس الكائن علشان كده بيكون اقل في التنوع انما التلقيح الخلطي بيكون في نبات تاني وبالتالي بيكون اكثر تنوع وده السبب اللي بيخلي السبب اللي بيخلي الانسريديا بيتمضج قبل الارشيجونية علشان تكون سابحات مهدبة تبدأ تروح هنا ما تلاقيش مكان فتبدأ يعني لسه خلاص الارشيجونية لسه غير ناضجة فيبدأ يروح لارشيجونية نبات تاني عشان يعمل تلقيح خلطي طيب الوسيلة بالنسبة تعال نشوف هنا كده التكاثر اللي حصل في الاول ده كان اسمه تكاثر بالجراصيم التكاثر بالجراصيم اسمه تكاثر لا جنسي اهو انا حصل انقصام ميوزي في الاول تكاثر لا جنسي لا جنسي بالجراصي مين هي الوسيلة وسيلة التكاثر لا جنسي بالجراصيم هي الاوراق يبقى عندي هنا كده وسيلة تقاصر اللاجينسي من الاوراق ليه لان الاوراق السطح السفل بتاعها بيكون فيها البصارات البصارات بيكون جواها حوافز جرسومية الحوافز الجرسومية دي بيكون جواها خلايا جرسومية امية بتنقسم انقصام مايوزي وده كده تقاصر اللاجينسي اهو تقاصر اللاجينسي بيحدث بالانقصام الميوزي يبقى عندي انقصام الخلايا الجرسومية الامية في الطور الجرسومي لنبات الفوجي بتنقسم انكسام ميوزي في تكاثر لا جنسي الوسيلة مين هي الأوراق لأنها أصلا هي اللي بيكون جواها البصرات طيب التكاثر التاني اللي هو اسمه بقى التكاثر الجنسي بيحصل ما بين مشيج مذكر ومشيج مؤنس مين هو الوسيلة بتاعة التكاثر الجنسي بيكون المية لأن السباحات المهدبة علشان تنتقل وسيلة التلقيح متى يعني بتكون المية علشان ينتقل لازم ينتقل للمية وده السبب اللي بيخلي الأنسيريديا الزكريا بتكون تحت هنا هي في الجزء اللي تحت إنما الأرشيجونيا بتكون فوق ليه لأن الأنسيريديا هتتكون وتنزل للمية على طول لكن الأرشيجونيا بتكون موجودة فوق فأصلا هو اللي بيكون بويضة البويضة بتكون ثابتة غير متحركة لكن الأرشيجونيا بتتحرك بتتحرك فين بتتحرك في المية وبالتالي لازم يكون مكانها أو موقعها بيكون في الأسفل طيب ونفترض إننا دلوقتي عندي السباحات المهدبة بدأت تتحرك لحد مراحة لأرشيجونيا تانية ناضجة هتروح مثلا في أرشيجونيا تانية ناضجة تعال نشوف بقى نرسن كيان أرشيجونيا ناضجة حاول نحسن الرسم المعروضي أحسن طيب هي مش احسن ولا حاجة بس مش مشكلة انت كده كده فهمت الرسمة ماشية ازاي وهوريك الصورة عامة بتاعتها فهنا دلوقتي بيكون عندي بويضة طبعا الارشوجونية بيكون البويضة بالانكسام الميتوزي فتبقى البويضة نون لحد ما يبدأ انه يجي لها سابحات مهدبة فيحصل لها ايه يحصل لها تخصيب او اخصاب يحصل ايه اخصاب فالما الاتنين بيعان داجوا عن بعض بدا ان هما يكونوني اللقاحة اللقاحة دي بتكون اتنين نون فتبدأ ان هي تكوني طبعا هيكون بقى بعاية التخيل معاها ان ده كده الطور اليه ده الطور المشيجي فهبدأ ان ارسم لك الطور المشيجي بيطلع منه الطور الجرثومي يعني في الاول هنا انا هكونيه اللقاحة ده يبدأ يدخل فيكوني اللقاحة اللقاحة دي هتبقى اتنين نون اللقاحة دي هتنقسم بعد كده انكسام ميتوزي انكسام ميتوزي بغرض ايه بغرض النمو النمو لنمو الفرد جديد طيب تعال نرسم حتة دي فوق بس عشان المكان دي كده اشباه الجزور ايت وده هيكون الطور المشيجي المؤقت طبعا بيكون نون يبدأ بقى تنبط اللقاحة عشان خاطر يحصل طبعا اللقاحة دي يحصل لها انكسام ميتوزي عشان تبدأ تكوني طور جرثومي الطور الجرثومي ده هو الفكرة انه هو حتى نفس الرسمة لها همميزه بشوية حاجات شوية ده كده يكون في اسمها اشباه جزور اشباه جزور ده طبعا هيكون طور مشيجي طبعا هيكون طور جرثومي الجرثومي ده بيكون اتنين نون لكن المشيجي ده بيكون نون الجرثومي ده بيبدأ في الاول خالص بيبدأ يتطفل عم يبقى فيه حاجة اسمها تغذية غير ذاتية تغذية غير ذاتية بس ايه لفترة قصيرة جدا تغذية غير ذاتية بيئة تطفل هيحصل تطفل ما بينه بس الفترة صغيرة طيب بعد كده بيبدأ ان هو يصغر حجم الطور المشيجي ويبدأ يكبر حجم الطور الجرثومي فيبدأ يكون لي نبات كامل زي ما انا شايف كده الطور الجرثومي اللي بقول عليه الطور المستديم او الطور السات انما الطور المشيجي بيكون مؤقت وبيكون نون بيبدأ بقى على فكرة بقى هنا بيبدأ ان هو يكون لي جزور دي بقى جزور حقيقية مش اشبه جزور زي هنا لا بيبدأ ان هو يكون لي جزور حقيقية والجزور طبعا بتكون اتنين نون ماشي وبعد كده يتكون بقى الطور الجرسومي ويبدأ ان يكون عنده اوراق وصاق وراهيزوم طيب تعاني شوف بقى الكلام ده بالنسبة للرسمة بص انا كان معايا نبات جرسومي اهو النبات الجرسومي ده اتنين نون النبات ده بيكون على السطح السفلي عنده حاجة اسمها بصرات بيكون عنده حاجة اسمها بصرات البصرة دي بيكون جواها حافزة جرسومية الحافزة الجرسومية بتكون اتنين نون بيكون جواها خلايا جرسومية امية برضو اتنين نون بتحسب بتكون لي الجرسوم بالانكسام الميوزي انكسام ليه الميوزي ماشي فتكون لي الجرسوم الجرسوم دي بتكون نون فيحصل انبات للجراسيم انبات للجراسيم وشرط تخلي بالك شرط وجود شرط وجود الماء يبقى عند الماء هنا شرط الوجود او شرط الانبات للجراسيم لانها لما تقع على سطح حرطب بيتشقق جدارها ويبدأ يدخل الماء طيب بتبدأ بعدك تنقسم انقصام ميتوزي عشان تديني نبات مشيجي صغير بيكون عنده اشباه جزور والنبات المشيجي ده بيكون نوع تمام بيتميز بقى بيكون عنده ارشيجونيا فيها بويضة وبيكون عنده انسريديا الانسريديا بتكون عدد كبير من السابحات المهدبة اللي بتنتقل لحد ما تروح للارشيجونيا طبعا الانسريديا بتكون نون بيكون عنده حاجة اسمها سابحات مهدبة مش حيوات منه هو بيشبهها يعني لطبع ان هو مشيج مذكر فباسمها سابحات مهدبة سابحات مهدبة السابحات المهدبة بتكون نون فطبعا الانسريديا كونت السابحات المهدبة بانقصام ميتوزي فهنا امشاك تكونت بانقصام ميتوزي نفس الفكرة الارشوجونيا بتكون نون بيكون بويضة نون فالانقصام اللي حصل هنا انقصام ميتوزي يبقى امشاك تكونت بانقصام ميتوزي لحد ما يحصل الاتنين اخصاب فيبدأ يكون لزايجوت الزايجوت ده بيكون اتنين نون بعد كابه انقسم انقصام ميتوزي لما بينقسم انقصام ميتوزي بيبدأ ان هو يديني النبات الجرسومي صغير على نبات مشيجي يصغر حجم النبات المشيجي ويبدأ يطلع النبات الجرسومي الزهرة اللي بتكون موجودة هنا زي اسمها زهرة التطفل دي اسمها زهرة التطفل يعني تغذية غرزتية بس لفترة صغيرة جدا لحد ما بيكبر النبات الجرسومي وكون جزور حقاقية وبعد كده بيبدأ ان هو يمتص المياه من التربة عادي خالص ويبدأ يكون لي نبات جرسومي ناضج فيبطور المستدين معايا هو النبات الجرسومي الناضج دي كده دورة حياة نبات من الصراقص اللي هو الفجير فهنا بقولك تنمو الجرسومي الوحدية الصيغة الصبغية النبات المشيجي لها شكل القلب الشكل القلب ده اللي هو مين اللي هو النبات المشيجي طيب دي كده الرسمة فصلنا فيها كل حاجة ولكنه يتقاصر في عائلين عائل ده ده الكلام ده كان على بلازموديوم الملارين طيب عايزين بقى نحل المسائل دي يقولك هنا هل كل الجرسوم تنتقل عبر الهواء؟ طبعا دي عبارة خاطئة ليه؟ لان بيكون عندي من ضمن مراحل حياة جرسومي اللي هو بلازموديوم الملارين بيكون فيه حاجة اسمها طور حركي الطر الحركي ده بيتحرك داخل مين؟ بيتحرك داخل تجويف المعدة وبالتالي مش كل الغرسوم كمان عندي الاسبروزويت الاسبروزويتات مش بتحرك عبر الهواء تمام Continue عندي الطر الحركي وكمان عندي الاسبروزيتات مش بتتحركell الهواء إنما عندي طر الحركة بيتحرك إلى التجويف المعدة وعندي كمان الاسبروزويت بيتحرك ويروح إلى لعاب البعوضة لعاب البعوضة وكمان بيتحرك في دم الإنسان المصاب وسيلة التكاثر الجنسي في نبات الفجير هو أي التكاثر الجنسي اللي هو مين التكاثر بالجرسي الجرسين بتكون موجودة فين في البصارات اللي هي فين أصلا بتكون موجودة في الأوراء طيب وسيلة التكاثر الجنسي او عمتا يعني ممكن نقول على وسيلة التلقيح وسيلة التلقيح هنا بيكون المية لان السباحات المهدبة بتنتقل خلال الماء طيب بقول لك كم عدد الجرسيم النتيجة من انكسام خمس خلايا جرسومية أمية الخمسة هيدوني بفكام فيه أربعة الخمسة في أربعة بيدوني أشرين جرسومة أشرين جرسومة طيب عايز لقحتين تنقسم ميوزي أول لقاحة اللوة زيجوزبور 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 اللي هو يكون في الإكتران الإكتران بتاع الإسبيروجايرة في عندي في الإكتران إكتران مين الإسبيروجايرة زيجوزبور بيكون اتنين نون بينقسم انكسام ميوزي فبيديني أربع أنوية واحد اتنين ثلاثة أربعة الغرض هو اختزال العدد الصبغي بيتحلل ثلاثة ويتفضل واحدة نون طيب عندي برضو لقحتين تنقسم بتنقسم ميوزي طيب عايز الطور المختزل مين الطور المختزل ومين الطور السائد الطور المختزل أو الطور المؤكد ده بيكون الطور المشيجي إنما الطور السائد اللي بيكون الطور الجرسومي طيب انقصام ميوزي لا ينتج عنه امشاج عايز انقصام ميوزي لا ينتج عنه امشاج عند انقصام زيجو سبور في الاسبروجايرة يبقى انقصام زيجو سبور في الاسبروجايرة وكمان انقصام الطور الحركي انقصام طور الحركي في بلازموديوم الملاريا في بلازموديوم الملاريا بيديني ايه بيديني كيس البيض ماشي كمان مرة عندي انقصام الخلايا الجرسومية الأمية خلايا الجرسومية الأمية بتديني ايه بتديني جرسي في نبات الفجير طيب تكاثر لاجنسي بانقصام ميوزي تكاثر لاجنسي اللي هو تكاثر الجرسوم في الفجير تكاثر لاجنسي بانقصام ميوزي طيب تكوين امشاك بانقصام ميتوزي عندي من امثل التكوين امشاك عندي زكر النحل زكر نحل العسل وكمان انسى انسى حشرة المن بس في حالة التوالد البكري الطبيعي وكمان عندي انقصام او تكوين امشاك زي مثلا الارشجونية عندي الارشجونية بتكون ليه بتكون لي البويضة بانقصام ميتوزي وكمان عندي انسريديا بتكون لي برضو السابحات المهدبة دي كلها بتكونها بانقصام ميتوزي سابحات مهدبة طيب للماء دورين في دورة حياة نبات الفجير اول حاجة بيكون لي دور في انبات الجراسيم انبات الجراسي طيب تاني حاجة تلقيح دور طبعا في تلقيح السابحات المهدبة طيب عايز تعاقب اجيال غير نموزاجي ده بيكون في بلازموديوم الملاري بلازموديوم الملاري ليه لانه بيتقاصر ثلاث مرات لا جنسي ومره ده بس جنسي انما تعاقب اجيالنا موزاجي بيكون مرة جنسي ومره لا جنسي ده فين ده في الفجير في نبات من الصراخس بيتقاصر مرة جنسي ومره لا جنسي في الجراسيم اهوات ده كده مرة هيت لا جنسي لجنسي بالجراسيم وهنا اخصاب اهوات مرة جنسي جنسي بالاخصاب بس وبكده نبقى خلصنا شرح دورة حياة او تعاقب الاجيال في نبات من الصراخس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته